حدثنا سريج بن النعماني حدثناه شيم قال أخبرنا داود بن أبي هند قال حدثني أبو حرب بن أبي الأسود عن فضالة الليثي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وعلمني حتى علماني الصلوات الخمسة لمواقيتهن قال فقلت له إن هذه لساعات أشغل فيها فمرني بجوامع فقال لي إن شغلت فلا تشغل عن العصرين قلت وما العصران قال صلاة الغدات وصلاة العصر